السلام عليكم عزاء المشاهدين ما زلنا في فترة سبق السرايات ورح تستمر معنا حتى العاشر من هذا الشهر وبعدها تأتي فترة بارح السرايات وتكون مثيرة للغبار وأيضا عواصف رملية وأيضا هناك فرصة لأمطار متفرقة غد تكون رعدية أحيانا في هذه الفترة تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي على مدينة الكويت أجوانا الحالية أجواء غائمة جزئيا مهريع جنوبية شرقية سرعتها 6 كم في ساعة درج الحرارة الحالية 30 درجة ميوية رطوبة نسبية 27 بالمئة الرؤية الفغية جيدة تزيد عن 10 كيلو صورة الأغمار الصناعية توضح عبور لبعض السحب المنخفضة ومنتوسطة خلال 24 ساعة السابقة الأجواء مستغرة اليوم ولكن امتداء من الغد نتوقع عبور لبعض السحب العالية والمنخفضة إن شاء الله تحت تأثير امتداد منخفض جوي مؤثر على البلاد وأيضا شبل جزيرة العربية وفرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على دولة الكويت وأيضا مناطق الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية وأيضا مناطق الوسطى الليلة أجواءنا معتدلة مع رياح جنوبية الشرقية خفيفة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة أيضا هناك فرصة لأمطار متفرقة على شمال غرب دولة الكويت والجنوب العراق درجات الحرارة متوقعة على دولة الكويت ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية مع بداية ساعات السباح الأولى أجوانا معتدلة مستمرة معانا وفرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة متوقعة على بعض المناطق ما بين 21 إلى 20 درجة مئوية في مساء الغد فرص لأمطار مستمرة معانا وأيضا تتحول الرياح إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة نشطة وهناك فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا درجات الحرارة توقعها على مدينة الكويت 30 درجة مئوية بالنسبة لمناطق الغربية السالمة وشتقاية 31 درجة مئوية في مساء الغد تبدأ لجواب الاستغرار وأيضا استمرار للرياح الجنوبية الغربية الخفيفة إلى معتدات السرعة قد تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة درجات الحرارة توقع على بعض المناطق مدينة الكويت 22 درجة مئوية لحمدين 22 درجة مئوية جزرنا الشمالية بابيان فيلتشة واربا مابيل 21 و22 درجة مئوية الأجوال البحرية خلال 12 ساعة القادمة إن شاء الله خفيفة إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 3 تقدام ولكن تدام من الغد الأجوال البحرية غير جيدة لمارسة أي نشاط بحري وأيضا لحد داقة المد الأول إن شاء الله في الساعة الثانية 35 دقيقة صباحا المد الثاني في الساعة الواحدة 53 دقيقة مساء الجزر الأول في الساعة الثامنة 18 دقيقة مساء بالنسبة للجزر الثاني في الساعة الثامنة 27 دقيقة صباحا مواقيت بذن الله على حسب توقيت المحلي لمدينة الكويت موعدة دان الفجر في الساعة الرابعة وتسع دقائق شروق الشمس في الساعة الخامسة والنصف أما بالنسبة لغروب الشمس في الساعة السادسة وعشر دقائق تقصر متوقع خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله على مدينة الكويت تدام من يوم الثلاثة أجواء غائمة جزئيا مع رياح الجنوبية الشرقية نشطة قد تصل سرعته إلى 45 كلمتر في الساعة مثير الغبار على بعض المناطق لذا نوهم ارتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء الغيادة بسبب من متوقع انخفاض في الرؤية الأفقية درجة الحرارة العظمى متوقعة 29 درجة مئوية أما بالنسبة للصورة 29 درجة مئوية وأيضا هناك فرصة لأمطار متفرغة قد تكون رعدية أحيانا استغرار نفسه بيوم الأربع عام مع رياح الجنوبية الشرقية معتدلة قد تصل سرعته إلى 30 كلمتر في الساعة درجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية بالنسبة للصورة 20 درجة مئوية يوم الخميس تتشكل بعض السحب العالية والتوسطة مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تترابع سرعتها ما بين 10 إلى 30 كلمتر في الساعة درجة الحرارة العظمى المتوقعة 31 درجة مئوية بالنسبة للصورة 21 درجة مئوية يومين الجمعة والسرط طقص غير مستغر مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعتها إلى 45 كلمة في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق وأيضا هناك فرصة لأمطار متفرغة قد تكون رعدية أحيانا درجات الحرارة متوقعة للعظمة ما بين 27 إلى 29 درجة جموية بالنسبة للصغرة 20 درجة جموية عزاء المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول أواصم العالم